أبو إيان يسأل عن الخواتيم يقول ما حكم لبس الخاتم أخوي الفاضل بالنسبة للخاتم للرجل يجوز للرجل أن يتختم لكن بغير الذهب بغير الذهب لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور الأمة وأما الفضة فقال إلعبوا بها يعني استعملوها فيجوز للرجل أن يستعمل أو يستخدم خاتم من فضة وأما خاتم الحديد فمحل خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من ذهب إلى كراهيته وبعضهم قال بكراهية التحريم ومنهم من ذهب إلى كراهيته كراهية الاستنزاه والذي يظهر والله أعلم بأنه يعني يجوز استعماله استعمال الخاتم من الحديد كما أنه يجوز استعمال الخاتم من الفضة للرجل أما قضية اللبس فيضعه إما في خنصره أو في بنصره الخنصر هذا هو يا أبا إيان وهذا البنصر الخنصر وهذا البنصر ويجوز في يده اليمنى ويجوز في يده اليسرى لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه أنه تختم باليمين وتختم بالشمال لكن يضعه هنا وهنا يعني إما في الخنصر وإما في البنصر بالنسبة للمرأة تتختم بالذهاب وبالفضة وبغير ذلك وتضع الخواتم في أي أصبع من الأصابع يعني ما تختار إلا أن يكون اشتهر عن فاسقات أو شيء علامة معينة من حيث التختم فتتجنب هذا بارك الله فيك اشتركوا في القناة